اشتركوا في القناة من المرسوم رقم 39 لسنة 2019 انه تنظم هيئة تنظيم سوق العمل على النحو الاتي مجلس الادارة ويتبعه الرئيس التنفيذي وتتبعه اولا ادارة السياسات ومعلومات السوق ثانيا ادارة التظلمات والحماية ثالثا ادارة الاتصال رابعا نائب الرئيس التنفيذي للموارد والخدمات بدرجة وكيل مساعد وتتبعه ادارة الموارد المالية ادارة الموارد البشرية ادارة خدمات اصحاب الاعمال ادارة خدمات الوافدين ادارة الشؤون القانونية خامسا نائب الرئيس التنفيذي للعمليات ونظم المعلومات بدرجة وكيل مساعد وتتبعه ادارة معالجة الطلبات ادارة التدقيق والتطوير ادارة تطوير البرامج ادارة نظم المعلومات ادارة حماية الاجور سادسا نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني بدرجة وكيل مساعد وتتبعه ادارة التراخيص ادارة التفتيش الوقائي ادارة التفتيش العمالي وجاء في المادة الاولى من المرسوم رقم 40 لسنة 2019 باعادة تشكيل مجلس ادارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وذلك على النحو الاتي يعاد تشكيل مجلس ادارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز برئاسة معالي الشيخ محمد بن خليفة ال خليفة وزير النفط وعضوية كل من معالي الشيخ سلمان بن خليفة بن سلمان ال خليفة السيد خالد عمر الرميحي الشيخ طارق بن محمد ال خليفة الدكتور فايز هاشم السادة المهندس فيصل محمد المحروس الشيخ طارق بن محمد المحروس ابace بخدمجل الهيئة الوطنية للثير الذي ان chests ات� PLAN حشك شكش عامل الرميحależy شكرا